السلام عليكم ازايكم اخباركم ايه ربكم نبقى الف خير النهاردة احنا فيديو جديد مع بعض واجيبالكم النهاردة شركة تنظيف ومميزة وكمان هتوفوا معايا في احداث كده في فيديو النهاردة حاجات شيقة وحلوة جدا زي ايه يا ترى زي يا ترى كده عمال التنظيف دول اثناء التنظيفات يا ترى كله كده شغالين ورا بعض زي المحرات كده زي ما بيقولهم ومفيش وقت للراحة ابدا هتوفوا معايا كده يا ترى بيسالوا نفسهم ازاي وفي نفس الوقت اكيد طبعا في معظم الاواد بيحسوا بالتعب والارهاق وبيكونوا طبعا محتاجين كده ان هم زي ما احنا بيقول كده بالبقى يقوتوا نفسهم اوي كمان يجيبوا اي وجبة تساعدهم وتشجعهم ان هم يتكملوا طبعا شجل النشط وده كمان يلي احنا هنشوفوا كده في احداث فيديو النهاردة طلبة منكم كده طبعا قبل ما تكملوا معايا الفيديو فين دعموكم ليه هنا بالقناة باللايك وصدقوني يا جماعة لايقات هي اللي بترفع الفيديو فريد كمان هتدعموني باللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من الفيديوهات اليومية اللي برزلها معاكم وتعالوا نشوف احداث فيديو النهاردة والتنظيفات القيمة والشيقة جدا بجد اللي هيعجبكو بيها اداء الشركة التنظيف النهاردة صدقوني كده بيجيبوا المنظمات والافقار بتاعتهم الهيلة جدا عشان يقدروا يوصلوا لنا او يوصلوا لنا كمان اعلى مستوى من النظافة والنظام زي اللي احنا هنشوفه مع بعض النهاردة وهنبهر كمان باداءهم الراقي جدا شايفين طبعا التنظيفات معاهم بتمشي كده على اكمل وجه سواء طبعا تحت السرير وفوق الدوليب والحاجات كلها القيمة اللي احنا بنشوفها شايفين طبعا كم واحد كده متشعلق معاينة ومسكين مراوح يمين وشمال حتى الادوية بيبصوا فيها ويركزوا فيها ويشوفوا كمان مفاترة الصلاحية بتاعتها يطالوا شغالة كويس ولا فيها كمان حاجات منتعية الصلاحية الكتب والمكتبة وقوض النوم عامة لازم بتتنظم كويس جدا سواء طبعا بقى المنازل دي معاها طبعا دروع زي اللي احنا شايفينها وشهادات تقدير والحاجات القيمة جدا اللي طبعا بيحاول يلمعوها ويحطوها كده كفخر طبعا لاصحاب المنازل دي ويفتخروا بيها كده يمين وشمال في كل قوضة وفي كل ركن ده كمان طبعا اللي هما بيعملوه طبعا مجموعة من الدكورات والتباسيل والحاجات الفاخمة جدا اللي صاحب كل منزل من دول بيعتز بيها جدا يقوموا طبعا يعملوا ايه اي حاجة بيشوفوا ان هي قايمة ومهمة جدا بيحاولوا فعلا ان هما يبرزوها الاصحاب المنازل دول تعالوا نشوف كمان كشكل طبعا المنزل الفوضوي ده معينا وبعد التنظيفات والتنصيقات شكله هيتغير معينا ازاي فيه تعالوا مع بعض كده هنا ندخل منزل جديد وفوضة جديدة وللأسف كل اماكن المنزل ده متضمرها كلين هو في يا جماعة ايه المناظر اللي احنا شايفينها دي ايه كمية الكركبة والفوضة اللي بتكون لأسف مغطية منازل كتيرة جدا تحت السرير وما ادراكوا ما تحت السرير وطبعا مش عند البلاد الصينية بس لأ ده في كل انحاء العالم تحسوا كده ان احنا كلنا بنعمل تحت السرير ده مغزن للملابس بقى الصيفي لو انت في الموسم الشتوي ونحط الملابس الصيفي تحت ولعكس كذلك وممكن طبعا ناس كتيرة تخزن تحت البطاطين واللحفة وحاجات كتيرة جدا وفيه ناس للأسف عاملين تحت السرير ده للكركبة اي حاجة قديمة عندك انت مش محتاجاها هاتي ويرمي على طول تحت السرير وصدقوني كلنا بنرجع ننضم على الحاجات المرمامين وشمال اللي بلهم كركبة البيت وعملة فوضى في كل مكان وما هي ايه طبعا مصدر للأتربة والكركيب والفوضى وكمان شكلها للأسف كده بتجيب لنا طاقة سلبية في البيت يعني كده الناس بقى اللي هما بيقول لكم بمعنى اصح علماء الطاقة بيقولوا لك طول ما انت حط حاجات كتيرة تحت السرير مش هتحلمي احلام سعيدة ابدا والصراحة انا بشوف كده ان الناس دي عندها حق عن رغم طبعا ان ما فيش يعني امام بالعلوم دي قد كده بس حاب اقول لكم برضو ان معظم الحاجات دي بيكون برضو عندهم خبرة بقى بالعلوم بيشوفوا كمان الاديان السماوية بتقول ايه وبيحاولوا ياخدوا منهم زي شعاع من النور كده ويشوفوا كمان ويفسروا كل الاديان بتقول لنا ايه ويشوفوا كمان ايه المناسب لنا في الطبيعة وبيمشوا وراه وصدقوني فعلا يا جماعة الكركيب اللي تحت السرير دي ما هي الا مصدر للطاقة السلبية وانت بتحلامي احلام سلبيك صدقيني كل ده فعلا باواقع كده احنا بنلمسه في حياتنا او كمان لو انت نايمة في قوضة من كركبة ما تقولي ليش وما تقنعنيش ان انت هتحلامي احلام سعيدة تعالوا نبص هنا كمان كده على شكل الفوضى اللي كانت موجودة وبعد ما البيت بقى معينا وحوالينا زي الفل وتعالوا نشوف كده طبعا الاماكن وهي فاضية في البيت بتديكي راحة نفسية قد ايه تعالوا نبص هنا كمان كده ومال التنظيف وهما بيستغلوا كمان وقت الفراغ بتاعهم في الاكل ومحتاجين طبعا شوية طاقة تخليهم يقوم ويشتغلوا ويتنشطوا كمان بعد المجهود اللي هما بيعملوه خصوصا كمان بقى في منازل فخمة زي الاسر او الفيلا اللي موجودة معانا او كمان المنزل الادوار الكتيرة اللي موجود معانا ده شايفين طبعا كام شخص بيشتغل في المنزل ده اكتر طبعا من عشرين او تاتين شخص واثناء كمان درجة الحرارة العالية بيكونوا محتاجين كده زي شاور فيجيب كده راسي وحطها تحت المية عشان يعمل انتعاش لنفسه بعد المجهود القاسي ده ده كمان كله يزبط لكو كده ان عمال التنظيف دول بيدخلوا منازل على اوسع نطاق ومنازل كمان برضو في حدود ديئة جدا كل منزل من دول اكيد حسب امكانياته المادية وكمان المعنوية يعني اكيد طبعا فيه منازل فخمة جدا وشوفنا قبل كده كمان مع بعض منازل متوسطة الحال ومنازل فقيرة وكل ده عمال التنظيف ما بيبصوش للكلام ده كله ابدا ليمين ونشمال هم اهم حاجة بيركزوا في شغلهم يطرى المنزل ده محتاج وقت قد إيه للتنظيف يطرى هيقضوا فيه كم ساعة يطرى فعلا هيخلص فيه خلال وقت قد إيه بيحاولوا يفكروا دايما في الإنجاز اللي هم هيوصلوا بيه خلال وجودهم في المنزل ده ترجمة نانسي قنقر طبعا بقى كمان الأدوار العالية والمنازل كمان الفخمة اللي بنشوفها كل ده مش معيار أبدا لعمال التنظيف هم هدفهم الأول والأخير هوا النظافة ما لهمش دعوة المنزل اللي احنا ندخلينه ده منزل ناس بسيطة فقيرة متوسطة احنا لينا أجر معين هناخده وكمان لينا كمان شغلنا اللي احنا هنقوم بيه على أكمل وجه ومن خلال شغلنا احنا بنتكلم مش بنروحش بقى هناك نتصاحب على الأصحاب المنزل ولا نعرف المشاكل النفسية اللي بيمروا بيها والمشاكل المعنوية ولا الكلام ده كله خرص ممكن أصحاب المنزل طبعا يبرروا الفعل اللي احنا بنشوفه خل المنزل ده يوصل به الحال للشكل المتدني وكمان في ناس كتيرة جدا بتلتزم الصمت وهنا طبعا في كلا الحالتين بيرحبوا بأصحاب المنزل ومفيش عندهم لمجال التفاوض ولا النقاش أبدا ولا إيه الأسباب طبعا اللي خلت المنازل دي توصل للشكل المتدني ومتدهور اللي احنا بنشوفه في الفيديوهات كل يوم احنا لنا في الأول وفي الآخر النتيجة الإيجابية تعالوا نشوف كمان كده السيدات دي أصحاب المنزل بيشرحولهم هنا طبعا الأوضاع اللي موجودة ولو فيه كمان حاجة محتاجة ترميم أو تصليح في المنبخ زي ما شفناهم دلوقتي بيشرحولهم ويبيرولهم كمان أماكن للأسف ممكن تكون عندك حنفية بايزة غسالة بايزة وزي ما قلتلكم قبل كده أعمال التنظيف كمان بيقدروا أن هم يعملوا كل الكلام ده عارفين بقى ما أنت يكوني محتاجة سباك ومحتاجة نجار ومحتاجة كهربائي وتلاقي كل التفاصيل دي موجودة عندك في شخص واحد أو كده شخص يجي عندك البيت وبدأ أنه بيصلح لكل الأشياء التلفة عندك فيسلام بقى سلم كده بمعنى أصح على التفاصيل دي مين فينا بيكون محتاج فعلا حد يجي ينقذه ويصلح له كل الأشياء التلفة عنده في البيت فهنا فعلا بعد كده نضرب لهم مليون سلام وطحية على المجهود الخراف اللي هم بيعملوا عامتا طبعا كده أتمنى فيديو النهاردة يكون أعجبكم ولو أعجبكم الفيديو ما تنسوش طبعا دعمكم لينا بالقناة هنا باللايك والاشتراك فيها عشان يوصلكم كل جديد من الفيديوهات اليومية اللي أنا بلزالها معاكم أسابكم كمان دلوقتي كاملوا الفيديو مع بعض للآخر وحب أقولكم من هنا مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة